بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمية الكهربية كم 233 الوحدة السابعة الخلايا الجلغانية القنطرة الملحية هي عبارة عن أنبوبة مسامية على شكل الحرف U يوضع فيها محلول توصيل كهربائي مثل كولوريد الصوديوم كولوريد البوتاسيوم نترات الصوديوم أو كبريتات البوتاسيوم ويجب أن لا يتفاعل هذا المحلول الموجود داخل القنطرة الملحية مع المحلولين الموجودين في نصفي الخلية ويمكن تلخيص عمل القنطرة الملحية على أنها تسمح بتحرك الأيونات في محلول نصفي الخلية عبرها وهذه التحركات تؤدي إلى حالة التعادل الكهربي لمحلول نصفي الخلية وعدم تشبع أي منهما بأيونات سالبة أو موجبة وهذا الرسم يوضح القنطرة الملحية وهي أنبوب في شكل الحرف U هذه القنطرة الملحية وتحتوي على ملح خامل لا يتفاعل مع أي من المحالين الموجودة في نصفي الخلية وهذه قنطرة ملحية أخرى تحتوي على كولوريد البوتاسيوم محلول موصل للتيار الكهربائي ويجب أن لا يتفاعل مع أي من المحلولين الموجودين في نصفي الخلية هذه هي مكونات الخلية الجلغانية وعاءين منفصلين في الوعاء الأول يوجد الأند والثاني يوجد الكثت وذلك لضمان إنتاج الكهرباء يجب أن يملأ كل وعاء بمحلول موصل للتيار الكهربائي إن هذا المحلول يحتوي على أيونات الزينك بينما الوعاء الآخر يحتوي على أيونات النحاس بعد ذلك توضع الأقطاب قطب النحاس مغمور في فلزات النحاس وقطب الخارسين مغمور في فلزات الخارسين ثم سلك توصيل كهربائي بين القطبين مع وجود فولت ميتر لقياس فرق الجهد وهذه هي القنطرة الملحية وتتكون من ملح كولوريد البوتاسيوم ولاحظ أن القنطرة الملحية تسمح بتحرك هذه الأيونات عبرها إلى محلول نصفي الخلية ولذلك لضمان حدوث حالة من التعادل الكهربائي وعدم تشبع هذه المحاليل بشحنة سالبة أو موجبة عند ذلك تتحرك الأيونات من المصعد وتتجه نحو المهبط وبذلك يتم إنتاج الكهرباء ولاحظ أن الفولت ميتر الآن يقرأ فرق الجهد بين القطبين وذلك دليل على وجود تيار كهربائي منتج من الخلية وبعد مرور مدة من الزمن لاحظ أن فرق الجهد قد قل هذا يعني أن فرق الجهد أو التيار المنتج بواسطة الخلية الجلغانية بمرور الوقت يقل بذلك ننهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقرر الكيمية الكهربية في دروس لاحقة